السلام عليكم أصدقائي اليوم سوف نمر إلى الإجابة عن أسئلة الجزء الأول والجزء الثاني من النص المسترسل علي الصياد أولا أغنيرا سيدي كلمة لها سلة بكلمة الصياد الصياد طعم سمك بحر قارب قصباء شبك أفهم وأحلل ما يؤكد اعتقاد أحفال جدة أن علي كان معلعا بالصياد هو تعجب الأطفال وقال بصوت واحد علي الصياد الأعمال التي يقوم بها علي في الشاطئ طول اليوم يستدوش بالسمك الطريق أركب أقويم عنوان نص ولع علي بالصياد تلخيص الفقر الأولى تحلق الأطفال حول جدتهم لتحكي لهم قصة جديدة تحت عنوان علي الصياد هذا الأخير الذي كانت تجمعه علاقة حب بالبحر وبالصيد وبالأسماك فهو يذهب إلى عمله قبل طنوع الشمس ولا يعود إلا بعد غروبها وكل سكان القرية كانوا يترقبون مجيئه ليحضر مقدار أسماك مجانية قائلا الزيت من الزيتون والسمك من البحر ولا حاجة لبنقودكم نمر الآن من إلى الجزء الثاني من علي الصياد الحصة الثانية هجوم السمك أبو سيف هدأت العاصفة خمدت هدأ صوت الفتاة خفتها هدأ الآلم سكن أفهم وأحلل سبب الذي جعل سمك أبو سيف يستوطن بحر قرية الصيادين ومهاجمة الأسماك الصغيرة وتمزيع شباك الصيادين ثانيا يمكن أن يظهر ماء البحر كالمرأة عندما تكون الليالي مقمرة حيث يعكس القمر ضوءه على الماء ثالثا ما يفيد أن الصيادين استخدموا ثلاث وسائل للصيد عندنا هنا فتوجهوا إلى الشاطئ ليرموس نارينهم وشباكهم فرد عليه علي ويداه ترشان النخالة في الماء أركب وأقوم الفكرة الرئيسية للفقرة الثانية هجوم سمك أبو سيف على بحر القرية وما تسبب فيه من قلة الأسماك الشيء الذي جعل السيادين يفكرون في الهجرة بحثا عن لقمة عيشهم بعد أن حاربهم هذا السمك الخطير ومزق شباكهم عدا علي الذي قرر البقاء لوحده ولخص الفقرة لإبراز إحساس أهل القرية بعد أن فقدوا مصدر عيشهم تحكي جدا في هذا الجزء الثاني من الحكاية عن هجوم سمك خطير ألا وهو سمك أبو سيف الذي هجم السيادين ومزق شباكهم وبالتالي قلت الأسماك الصغيرة فاضطر السيادون إلى هجرة القرية بحثا عن رزقهم عدا علي الذي ظل وحيدا معتمدا على سنارته التي قل ما جادت عليه بالعطاء نمر الآن إلى الحصة الثالثة التفى السكان حول علي اجتمع يسعب سيد سمك أبو سيف يشقه أفهم أحلل الدليل على أن أحفال جدة تتبعون القصة بإهتمام حينما سأل آدم الجدة قائلا وماذا فعل علي؟ الجملة التي تدل على أن صيادين صاروا غير قادرين على السياد السمك هي هاجمت الأسماك الكثير إلى يسعب علينا سيدها أركب أقوي ملخص الناس قرر علي السياد الاستعانة بحاكم البلدة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي أرقتهم وأيقضت مجعهم بعدما عجز السيادون على تحمل الأيام الصعبة التي كانت لهم بالمرسال نمر الآن إلى الجزء الرابع من انتفض الحاكم إلى آخر النس أغنر سيدي أبحث عن خريطة كلمة متينة متينة نوع اسم ضدها ضعيفة هجة معنى قوية الجملة لعلاقة متينة مع والدي أفهم وأحلم استخرج من النص سببين جعل سمك أبو السيف يغادر قرية الصيادين أولا تزويد الصيادين بشباك متينة ثانيا تجهيز الصيادين بمعدات حديثة ما السبب التي جعل قرية الصيادين تزدهر؟ أصبحت قرية الصيادين مزدهرة بعد تأسيس تعاونية تظهر على تطوير أساليب سيدهم وشراء مراكب زادت في إلماء اقتصاد منطقتهم أركب وأقوم الفكرة العمى للنس إيجاد حل مناسب مع حاكم القرية للقضاء لهائيا على هذا السمك الخاطر واستئناف الصيادين لنشاطهم من جديد رأيي في القصة قصة رائعة تؤكد عدم خضوع علي وبقية الصيادين لشر السمك أبو السيف بل وضعوا حدا له وانتقموا منه قبل أن ينتقم منهم ألخص القصة تتحدث القصة عن صياد الماهر هوايته سيد الأسماك وتزويد سكان بلدته بالأسماك المجانية وكله عزيمة وإصرار أن يكون غده أفضل وأن يجود عليه البحر بنعمه وخيرا الغير المنتهية لكن للأسف ذات يوم هاجم عليهم سبك أبو السيف ومزق شباكهم وقلت الأسماك صغيرة ومعها قل العمل وقل النشاط في السوق فقرر الصيادون الهجرة بحثا عن لقمة عيشهم إلا علي الذي لم يستسلم ولم يجد أمامه سوى حكم القرية الذي انتفض عند سماع الخبر فقرر تزويد السيادين بشباك متينة وأليات متطورة إلى أن اندتر سمك أبو السيف وتخلص الصيادون من هذا الهم الكبير ليستأنف الجميع حياتهم جديد بعيدا عن الشر وتعود البهجة على محي السيادين وسكان القرية من جديد المغزى من النص وعدم الاستسلام أو بدخل أي مشكل كيفما كان بل علينا أن نتجند له ونضع يدا في يد مع ترك الأناني والطمع جانبا بغية تحقيق سعادة للجميع ويعم الأمن والسلام نهاية القصة لا تنسوا دعمنا وإلى اللقاء